نبدأ بالجزء الثالث والجزء الأخير القصير جدا إن شاء الله إذن سأكمل معاكم بعد ما حكينا هذا الحكي كله سأتبع معاكم بس على اللي ضل عندي من الثواني اللي ضل عندي من الكلام اللي هون طبعا هون هون وصلنا هلأ بحكيلك إنه في طبعا فاكتورز أو عوامل بتتحكم بتتحكم في قطر منطقة التطبيط أو منطقة اللي هي بتنشأ حول الأنتيبيوتك في عنا الأول شي rate of diffusion of drug in the media أو الكونسنتراشن تبعه طبعا مرات الكونسنتراشن تبع الأنتيبيوتك بتحكم في مسافة أو مساحة الزون قداش هي degree of susceptible of the organism طبعا هذا أهم عامل إنه قداش هاد الدواء قادر على القضاء على الأنتيبيوتك كمان number of organism inculated in the plate يعني كمية البكتيريا اللي نامي عندك في البلات مشان هيك إحنا نستخدم ال inculation أو نستخدم السواب لأنها بتضمن لك إنه يكون في عندي كمية كتير كبيرة من يعني من الميكرو أورجنزم نامي على البلات البي اتش of the molar hinton agar وطبعا هذه بالأغلب يعني بتكون أصلا مضبوطة لأنه أصلا من مكونات المولر hinton agar أو بكون مع هذا النوع من الميديا بفر بحدد لي البي اتش بثبتها عن درجة معينة فاكتو الأخير انسى حضر جمبوكس ما لديه مجدعي يعني اشي مجدعي طيب إذا ما اسم الميديا اسمها مولر hinton agar هلأ هذولا أنا ما بدي إياهم هكيف خطوات تحضر المولر hinton agar زي أي ميديا انت بتحضرها وزي ما تعلمنا طيب هنا في عندي أهم البروسيجر زي ما حكينا احنا منجيب ايش منقارن طبعا التيربيدي بالماك فارلد هيا منقارن التيربيدي بالماك فارلد ستاندرد زي ما تعلمنا كيف بعدين بجيب انا ستيريل كوتون سواب طبعا اكيد لازم تكون ستيريل واكيد لازم انا اعمل كل العملية أسان وين جنب البنسين بيرنون لانه زي ما اتفقنا احنا بدنا نعمل تست لنوع واحد من البكتيريا مش لعشرة انواع من البكتيريا مع بعض لازم كل شي يكون ستيريل طيب بعد ما بجيب الستيريل كوتون سواب تمام شو بعمل باخد كمية طبعا من التستي تيوب من التستي تيوب اللي هو المولر هنتون بروت اللي انت حطيت فيه كمية معينة للبكتيريا تناسب تناسب الماك فارلد تيوب طبعا انتوا رح تشوفوا بالفيديو انه انا طبعا ما حطيت في التستي تيوب اصلا لانه احنا اصلا ما عنا الماك فارلد ستاندرد طيب تمام هلا بعدين بتحط بالميديا هلا هاونا في شغله هلا انت لما بدك تنشر في الميديا شو بتعمل انت رح تشوفوا كيف انا سويت في العملي رح يكون بالطريقة هالك يعني رح نجيب هاي البلات تمام وهي السواب رح اعمل ان السواب بالطريقة هاي شوفوا كيف هيك 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 بعدين هيك 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 خطوط متقاربة من بعض البعض طبعا بعد هيك شو بسوي بتحط الانتي بايوتيك ديسك تبدك تحكي لي مس الانتي بايوتيك ديسك معاقمين نعم معاقمين طب مس انا كيف احطهم وما امسكهم مش بايدي وصير ايدي ملوثة من البكتيريا بتستخدم الفورسيبس ملقط الحواجب طبعا الفورسيبس يكون حديد فبتعقموا بالبنسن بانر رح تشوفوا كيف انا لما بشتغل قدامكم في الفيديو العملي وبعدين بثبت الانتي بايوتيك ديسك طبعا باستخدام الفورسيبس و بسكر البلد و بوديع الانكيوبيتر لمدة 24 ساعة على 37 في الانكيوبيتر و تاني يوم باجي اشي بعمل بقرأ الريزلت زي ما تعلمنا هاي طبعا الكلام المكتوب هون باختصار شديد جدا منيجي على النتيجة طبعا زي ما انتو شايفين الريزلت بتكون عندي اما ساستيبل اما انترميديات و اما الريزيستان زي ما انتو شايفين ساستيبل يعني انه الدراج هذا قادر على انه يقضع هذا الارغانزم وهو يعتبر علاج الانترميديات بكون انه ممكن يستجيب لهاي الانفكشن مثلا اذا اعطيته في هاير دوز يعني زدت جرعة الدواء او زدت عدد مرات اللي انا باخد منها الدواء الريزيستان طبعا انه هذا البكتيريا او هذا الانتيبياتيك غير قادر على القضاء على هذا الارغانزم طبعا زي ما انتو شايفين احنا منقيس الدياميتر للزون وبعد انوان منروح يا جماعة منروح على الجداول هادي طلعوا اكم فيه تقريبا بضم الجداول هادي كل انواع الانتيبياتيك بتضم كل انواع الانتيبياتيك المعروفة واللي منستخدمها لها يا جماعة كان اهم اشي عن هذا اللاب بتمنى انو تكون المعلومة وصلتكم بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة الفحص مش طعب وحتى راح تشوفوا تطبيقه كتير كتير اشي سهل ما بدو اشي لكن هي فقط شوية حيثيات انتو لازم تكونوا فاهمينها حتى تعرفوا شو يعني زون أفن هابشين شو يعني رزيستان شو يعني ساستيبل شو يعني انترميديات زي ما حكينا الدكتور طبعا اول اشي بيلجأ للسنستيف هلا اذا ما كان فيه سنستيف مناسب للمريض ممكن نروح الانترميديات في بعض الانواع من البكتيريا بتتفاجئ انه كل البلات فقط بيكون مثلا نوع او نوعين انترميديات او سنستيف طبعا باعتمد حسب نوع البكتيريا وحسب قوتها وهل في عندي مقاومة سابقة لهذا لهذا المضاد او لهذا الانتي مايكروبيا الاولاء يعطيكم الف عافية بتمنى تكون الفكرة وصلتكم